أبل لم أصدرت الآيفون، ويمكن أن خصائص لا يأتي فيه وأيضاً، هواوي فيه جوالات يمكن أن تظهر هذه السنة وبالتأكيد سأتحدث عن خدمة يوتيوب الجديدة نعم، يوتيوب الذي تفرجوا منه هذا الفيديو يمكن أن يحدث مثل تيكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم وأبدأ أول شيء بيوتيوب وخاصية شورتز الفيديوهات التي مدتها خمسة عشر ثانية ومن خلالها يوتيوب تنافس تيكتور بشكل جداً كامل لا، ويأتيكم من نسيج المنافسة أول شيء، تيكتور حالياً ضبطت الأمور مع أوراكل واستحوذوا على خدمات تيكتور في رعاية المتحدة الأمريكية ولاحقاً أيضاً حيبان تفاصيل الاستحواذ الذي يحدث لو تكلمنا على تيكتور، أولاً قلت لكم أن منع في الهند والحكومة الهندية أصدرت منع لهذا التطبيق في الهند، وهي أكثر من مليار نسمة جاءت يوتيوب الآن بسرعة تحاول تطلع شورتز منافس تيكتور بالخصائص واتيحوا مبدئياً للمستخدمين، وين؟ في الهند سيبدأ الأفراد باستفادة من شورتز الميزة التي ستطلع لهم تدريجياً من خلال التطبيق ومنها يبدأوا ينشؤوا فيديوهات الخمسة عشر ثانية فما أدري، مصطلح يوتيوبر الذي عرفناه من سنوات بأنه الناس الذين يعملون محتوى بشكل كبير ويتعبوا هذا المحتوى، هل سينتقل ويصبح صانع الشورتز يوتيوبر أم كيف؟ الله يعين كرت الانفيديا 3080 وتجربة جداً قوية بدأنا فيها وبالتأكيد، لازم أقول لكم عن هذا الكرت أنه يأتي بمعمارية الأمبير الجديدة والذي بحسب انفيديا، هذه المعمارية ستعطي أداة أفضل من معمارية الترنينج بقرابة 1.9 مرات يعني تقريباً ضعفين ويعتبر أسرع من ٢٠٨٠ بضعفين وبشكل عام، الكرت يعتبر مناسب للعب بإطارات عالية وبدقة ٤ك ومع تقنية الذكاء الإصطناعي، الـ DLSS 2.0، الإطارات ممكن تتجاوز ١٠٠٠ بدقة ٤ك وحتى بخاصية ريت ريسنج، أداء الكرت معها يكون جداً عالي وأكيد، مع الاختبارات وكمية الألعاب التي سأختبرها مع هذا الكرت، سيبان لي الكفاءة الحقيقية فقلوا لي، ما هو المحتوى القوي الذي تجربه مع هذا الكرت؟ رسمياً، شركة أبل تعلن أن مع الساعات القادمة، تباع للناس لا يكون هناك قطعة الشحن الـ USB لكي يحاولوا أن يحافظوا على البيئة بشكل أكبر، وهذه من الخطوات التي يعملونها للمحافظة على البيئة فتحتاجوا أن تستخدموا أي منفذ USB موجود لشاحن هذه الساعة واقعياً، نرى مبدأ الساعات والإكسسوارات في هذا الأمر شيء جداً طبيعي رأيتها قبل مع شركات صينية وشركات كورية ولكن الآيفونات تأتي في العلبة بدون شاحن هنا يريد أن نراجع نفسنا جهازنا دافع فيه أكثر من ألف دولار وما يأتي معه شاحن نريد أن نرى مؤتمر آيفون القادم إذا تم تأكيد هذا الأمر أو لا وبدأت التحليل لمؤتمر أبل القادم سيكون 13 أو 14 أكتوبر بحكم العادة، هذا الأمر لا يحدث المفروض سبتمبر ومؤتمرهم هو الأساسي ولكن قد صارت أنه في أكتوبر كان لهم مؤتمر من خلال المؤتمر يتم إعلان جديدهم من الأجهزة إن كان نسق الإعلان في أكتوبر فأكيد سنحصل على الأجهزة في هذا الشهر وسنحصل على أجهزة البرو في نوفمبر يظل فيه منتجات كثيرة متشوقين لها سماعات هم الإيرتاكز وغيرها من المنتجات إلى الحين ما تم الإعلان عنها ولم يعلن عنها في مؤتمرهم السابق إن شاء الله أعطيكم الخبر أول بأول على الآيفون الجديد الذي طال انتظاره واضح واضح اللون الأزرق الذي بدأ في المؤتمر الأول سيطغى على الآيفون ومؤتمره اللي لسه ما صح ونهاية الحلقة سأذكركم بفيديو الملخص الذي قمت بإمكانكم الملخص على فكرة قلت بداية الحلقة أن يمكن أن يكون خصائص لا تأتي مع الآيفون 12 ونعم، بعادة أبل في الأبحاث والتطوير أن الخصائص لا تنظج وتنزلها في الأجهزة وبعد ذلك، بعض الخصائص لا تنزل إلا متأخر على أجهزة أبل ويكون نزلت في أجهزة ثانية ومنظومات أخرى من الكوريين وأيضاً من الصينيين شاشة 120 هيرتز يمكن أن تكون أحد هذه الخصائص التي لن تصدر مع أي من جوالات الآيفون 12 إن صح هذا الأمر والتسريب الذي أكده الشخص جداً موثوق سيبين لنا أنه بالفعل لم تنضج هذه التقنية بشكل كامل والسبب هو استهلاك البطارية العالي لها مع نفس الآيفون الذي يطوره ويمكن أن تأتي آيفونات 12 بدون الشاشة التي فيها تردد 120 هيرتز وتصبح أبل متأخرة بالترددات العالية في الشاشات لجوالاتها ليس سنة بل سنتين عن باقي الناس الذين يظهروا لنا ترددات قوية من سنة سنة ونص هواوي يمكن أن تستغني عن جوال الهواوي Mate X2 وإصداره هذه السنة لماذا؟ أكيد لأن العرقل الموجودة معهم في خدمات جوجل والضغوطات الأمريكية على نفس هواوي كشركة الميت اكس الأول والميت اكس اس بالنسخة المطورة كان فيها خصائص جميلة وكان فيها إمكانيات حسنة ولكن عدم وجود الحزمة الكاملة مع الميت اكس اس بكامل خدماتها من جوجل أثر بشكل كبير على تقبل الناس لهذا الجهاز رسمياً حتى لم يكن في المملكة العربية السعودية ولكن قمت لكم نظرة عليه الفكرة هو هواوي بالفعل يمكن أن الأجهزة الرائدة التي تعبوا عليها وطوروها كثيراً يأخروها أحسن ما يتم إصدارها وجزء من العالم لا ينتشر فيه هذا الجهاز ولا يجيب سمعة حسنة لهواوي بحكم أنه لا يوجد خدمات كاملة من جوجل أعلنت سامسونج عن جديدها من حساسات الكاميرات حساسة ١٨ ميجابيكسل ولكن القادر على تسجيل ٤ك إلى ١٢٠ إطار في الثانية في خصائص أكثر سترونها في هذا الجدول لسلسلة حساسات التي تعتمد على بنية السبعة أومابيكسل أو ٦.٧ أومابيكسل قدرات حساسات جداً عالية المفروض أنها تأتي على جوالات قادمة من الشركة وأيضاً تزود هذه الحساسات لشركات أخرى على أساس أن سامسونج تزود قطع وليس فقط تبني جوالات واجهة التشغيل One UI بإصدارها الثاني واحدة من أجمل الواجهات مع كل التحديثات التي جاءت لها على أجهزة سامسونج فنعم، في إصدار ثالث قادم لأجهزة سامسونج One UI 3.0 قريباً قادم هذا الإصدار سيجيب تحسينات جداً كثيرة من ناحية الإختصارات الوجتسال Always on Display أيضاً خصائص البطارية وخصائص المكالمات وأشياء جداً كثيرة في الواجهة خاصة البابلز والفقاعات التي تطفو أيقونات لتطبيقات فالإمكانيات كاملة تم تسريبها ولكن التحديث متى بيجي سأعطيكم الخبر أول ما يتم تأكيده بالذات لنسخة الشرق الأوسط من هذا التحديث الذي بالفعل متشوقي له واحدة من أجمل التجارب العلمية التقنية التي قامت فيها شركة مايكروسوفت تمت في المرحلة الثالثة تجربة الأولى من سلسلة التجارب التي قامت فيها مايكروسوفت ترجع إلى عام 2015 لمدة ثلاثة أشهر التي غمروا فيها سيرفر على سواحل شواطئ كاليفورنيا ومن خلال هذه التجربة تأكدوا أنه غمر السيرفرات بالماء والاعتماد على بعض الخصائص الموجودة أسفل الماء سيكون أفضل للسيرفر لعمره وحياته وليه أيضاً الكفاءة التي يعمل فيها بعدها مايكروسوفت تمت تجربة ثانية استمرت لمدة أطول وهذه التجربة كانت في عام 2018 مع هذه التجربة غمروا غرفة سيرفر كاملة ومع هذه الغرفة كانت في إمكانيات كثيرة جداً كثيرة ولكن آخر تجربة والتي امتدت لفترة جداً أطول وهي فيها كونتينر عرض 12 متر يحتوي على 12 راك فيها أكثر من 364 سيرفر مكنت تجربة فريدة من نوعها فالكونتينر هذا لا يوجد أكسجين داخله وهي نيتروجين جاف وبالتالي كثير من العوامل الخارجية التي تتعرض لها السيرفرات في أماكن العزلة مهما كانت ولكن فوق الأرض من صدى أو غيرها كل هذه العوامل لم تكن موجودة في الكنتينر المغمور داخل البحر ورقد هذا الكنتينر بحوالي 36 متر داخل عمق البحر فكان معزول بالكامل عن العالم الخارجي من ناحية أنه يأتي له أي شيء والتبريد كان من خلال بايبات موية تمر وراء ألواح السيرفرات وتمر فيها موية البحر نفسها فتجربة فريدة من نوعها بيّنت كفاءة عالية والصدمة بأن كفاءة هذا السيرفر في الفشل في بعض السيرفرات محدودة جداً تصل إلى ثمن حالات الفشل التي تحدث فيه شبيهاته من السيرفرات التي في فوق سطح الأرض الأمر الذي يجب أن أذكره هو أن مجموعة السيرفرات الداخلية من هذه ال364 التي فشلت فكوها ودوها لمركز تحليل البيانات الخاصة لمايكروسوفت على أساس أنهم يعرفوا لماذا السيرفرات هذه المشاكل أو فشلت وليس من البيئة التي تضعوا فيها ولكن يمكن أن الفشل صار من أشياء أخرى أشياء تصنيعية على سبيل المثال مايكروسوفت بهذا البحث طورت شيء جداً ممتاز للبشرية لأنه نتكلم على موارد أقل يتم استخدامها في تبريد السيرفرات والسيرفرات فيها البيانات التي هي أساس المستقبل وهي الذهب الجديد يمكن أن تأجز السواحل والبحار والأجزاء البحار التي تملكها في المناطق الخاصة وبالتالي سنجد سيرفرات تحت الماء كميزة من مزايا السيرفرات التي يبيعها شركات مختلفة حول العالم ونهاية الفيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والآن هناك فيديو الملخص لمؤتمر أبل وإعلانهم للساعة والآيباد وبعض الخصائص الأخرى، أراكم على خير بإذن واحد أحد